الحاجة الثالثة ان الضيقة تجلب للانسان البركة بركات كتيرة خالص يعني مثلا تعال افتكر ويايا كده دانيال النبي دانيال كان صحته كويسة لكن وضع انه يأكل القطاني البقليات كويس ورفض مائدة الملك رفض انه يأكل من مائدة الملك ويشرب من خمر هذه المائدة لان كل هذه الزبائح وضع في قلبه الا يتنجس من اطايب الملك ولا خمر مشروبه وضع في قلبه ضيق تعرض لضيق ووشي به ورفض عبادة تمثال الدهب مثل التلات فتية وترمى في جب الاسود وجب الاسود لما يترمى فيه ضيقة شديدة جدا لان هذه طريقة للاعدام لا تصغرق سوى دقائق قليلة جدا اسود جائعة في الجب مستنية اي حاجة قدامها انسان يلتهمه فورا يفترسوه هي دانيال تعمل ايه الالهي ارسل ملاكه وسد افواه الاسود لما تنيهم الملك بيدور عليه هو في ضيقة لكن عنده ايمان وعارف ان في ملاكة حواليه وكتير من الفنانين لما يرسموا الصورة هي يرسموا الاسود خائفة من دانيال مش العكس مش دانيال اللي خايف من الاسود ونجا دانيال وصار مشيرا في المملكة عايزك تعرف ان الضيقة تجلب للانسان بركة بركة في حياته احياء مثلا من الضيقات ان ربنا في اسرة ما يمنحهم من او يمنح عنهم الانجاب لا اي سبب تكون النتيجة ايه هي ضيقة لكن هو عايز يحولهم يحول الضيقة اللي في قلبهم هو وهي عايز يحولها الى مجال خدمة مجال تعب مجال خدمة اخرين خدمة في بيت من بيوت الايتام او خدمة في حالات الاحتياج او اي شكل من اشكال الخدمة فصارت الضيقة سبب بركة وبعد المكاني بيع عنده ابن او اتنين بيع عنده عشرة وعشرين لو كان بيرعى في بيت من بيوت اليتامة باي سورة البيوت الفقيرة وهكذا ال الضيقة تجلب البركة ويمكن افكرها كمان بحنة او امو سموئيل اللي كانت من دموحة شديدة كانت تبدو كأنها واحدة سكرانة وعالي الكاهن يستغرب الست اللي كانت غايبة عن الوعي وتقول انها مزلولة بان ما عندهاش ابناء ولكن الله يستجيب وفي الوقت المناسب يديها ويديها سموئيل ويديها ابناء اخرين ويصير سموئيل ده مكرس لله في خدمته ونلاقي اصفار في الكتاب ونلاقي سرته كم هي البركات اللي اعطاها لحنة ام سموئيل